من أدوات التجارة مع الله قراءة القرآن قراءة القرآن القراءة التي يحبها الله وهي القراءة المرتلة قال الله تعالى يا أيها المزمن قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وترتيل القرآن هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف ومن تجويد الحروف التغني وتحسين الثوت بالقراءة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن ليس منا لاحظوا الكلمة صعبة شوي اللهم صلي وسلم على حبيبي رسول الله ويقول صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم زينوا القرآن بأصواتكم فترتيل القرآن وتحسين الصوت به عبادة يتقرب بها إلى الله والذين يهذون القرآن هذًا لا يقرؤون القراءة المشروعة ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ناصحاً تلامذته وغيرهم لا تهذ القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل الله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته اشتركوا في القناة